موسيقى سيدتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أينما كنتم نرحب بكم عبر شاشة القناة الأولى من تلفزيون المملكة العربية السعودية وعبر برنامجكم المتجدد بالتواصل معكم دائما برنامج نفوس حائرة ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو الدكتور محمد بن مترك القحطاني عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي أهلا بك دكتور أهلا الله يحييك يسنك طبعا مشاهدينا اليوم سوف نتحدث عن الغضب مفهومة أسبابه وكيفية السيطرة عليه يعتبر الغضب من أكثر الانفعالات البشرية خطورة لأن غالبية الأشخاص لديهم مشاكل في كيفية التعامل والتعايش مع الغضب وكيفية فهمه فالغضب انفعال غير واضح وهو غالبا ما يختلط بالخوف والضعف والخجل والندم والعديد من المشاعر غير المريحة للشخص طبعا عودناكم وعودنا طبعا ضيوفنا أننا نتابع استطلاع عده لنا الزملاء في الإعداد حول موضوع الحلقة هل تشعر بالغضب دائما أم أحيانا نتابع والله أحيانا يعني الغضب يعني إذا في بعض المواقف معينة هي اللي حين تستثيرك أنك تغضب لكن في الغالب الواحد يحاول أنه يسيطر على غضب وقدر المستطاع والله أحيانا حسب مواقف يعني في مواقف استفزازية ويعني مواقف لما تشعروا واحد يستفزك ولا واحد يغلط في الطريق ولا شيء هذا يتسبب بأنواع الغضب يعني والله أكثر الأوقات يعني أحسب الغضب والله بعض الأحيان حسب الموقف طبعا في مواقف تطلب الواحد يغضب وفي مواقف الواحد يعني يحاول يأخذ عبارة يحية بدون ما يحاول يتعصب أو كده أحيانا دائما دائما ويستر بس والله لابد يعني مش دايم بس أوقات أوقات حسب والله الغضب أكيد أنه في حياتنا اليومية لكن نقول إن شاء الله نحاول نسيطر على الوضع والله لا أعتقد أنه مع تقدم السن الواحد يصير عنده القدرة على أن يسيطر على نفسه وإنفعلاته بكثير من الأحوال والله مو كثير نادر يعني مو ذاك الزوت إذن مشاهدينا موضوع حلقتنا لهذا المساء عن الغضب وطبعا دكتور محمد بداية الاستطلاع كان فيه العديد من الآراء متباينة ومختلفة اللي قال دائما ولي قال الله يسترماء من الغضب ولي قال أحيانا تعليقك نعم بسم الله الرحمن الرحيم أول شي بالنسبة للأخوان التعليقاتهم عن الغضب وجدنا أن البعض يرى بأن الغضب يحدث بعض الأحيان البعض أيضا يرى أن الغضب يجب أن يحدث من ضمن الاستطلاعات البعض كمان كان يرى يقول أن الواحد ما تكبر السن الغضب يقل عنده الغضب يحدث عند بعض الأشخاص دون البعض بناء على قدرة الأشخاص على التحكم بانفعالاتهم ومشاعرهم كلما كان الشخص عنده قدرة على التحكم بمشاعره وانفعالاته بشكل جيد ويتحكم بطريقة أفكاره اللي هو تفكيره تجاه المواقف أو الأحداث كلما استطاع أن يسيطر على الغضب بشكل أفضل طبعا دكتور قبل أن أسألك السؤال الأول في الحلقة وأحب أن أذكر السادة المشاهدين برقم التواصل 80 88 ثلاثة أصفار سوف نأخذ أكثر عدد من اتصالات والمشاركات دكتور بداية ما هو تعريف العلمي للغضب نعم تعريف العلمي للغضب حدوث تغير انفعالي لدى الشخص نتيجة لمواجهته لظروف خارجية يعني مثلا إذا الواحد واجه ظرف خارجي أثر عليه فيحدث لديه استثارة انفعالية تمتد من الضيق البسيط إلى الهيجان الشديد وكذا وليس فقط الظروف الخارجية التي واجهها الشخص ممكن بعض الأحيان أمور متخيلة أن الشخص يتخيل شيء يجعله يشعر بالغضب وممكن بعض الأحيان يتذكر الإنسان أمور سابقة حدثت له ويفهم أنها إساءة لذاته فيحدث لديه الغضب فالغضب ليس دائما هو علاقة بمثير خارجي واجهه الشخص يعني بعض الأحيان الواحد يغضب لأشياء يتذكرها بعض الأحيان الواحد يغضب لأشياء يتخيلها فالغضب يختلف بناء على الموقف ولكن الغضب هو من أكثر الانفعالات وضوحا في الشخصية يعني إذا الواحد غضب أو زال في الغلب سيبان عليه يعني من تعبير الواجه من التقاسيم من الكلام من كلام يبان عليه طيب دكتور محمد بالنسبة للغضب يعني نحن دائما نسمع نقول اللي عنده ضغط دائما نعصب أو اللي عنده قولون دائما نعصب هل الأمراض الجسمانية لها دور في الموضوع؟ ممتاز، الأمراض الجسمية وجدت معظم الدراسات الحديثة أن الأمراض الجسمية بعض الأمراض الجسمية لها علاقة في الغضب وخصوصا أنها أمراض السمنة، أمراض القلب، القرحة زي ما تفضلت ارتفاع ضغط الدم، الحياة السيئة اللي هو الحياة الضغطة وكذا هذه كلها لها علاقة في الغضب وتنطبط بالغضب حيث وجدت معظم الدراسات أن هناك علاقة دالة ارتباطية بين أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبين الغضب يعني كل ما زاد الشخص في الأمراض القلب أو كذا كل ما زاد لديه الغضب يعني الأمراض الجسمانية تسبب الغضب نعم مو جميع الأمراض الجسمية بعض الأمراض الجسمية اللي هي زي السمنة زي الصدع النصفي زي انسحاب الشخص من المخدرات يعني شخص كان مدمن عن المخدرات بشكل عام يغضب درقز أبيوز اللي هو سوء استخدام العقاقير أيضا الواحد ممكن يغضب أيضا إذا الواحد تعالج من المخدرات وهي فترة الانسحاب من المخدرات أيضا الشخصي الشعر في الغضب وفي الانفعالات وكذا تكون متذبذبة إلى حد ما طبعا دكتور محمد في كاميرا البرنامج أجرت استطلاع أيضا آخر مع المجتمع وكان سؤالنا لهم ما هي أسباب الغضب بوجهة نظر المجتمع وبنسألك السؤال طبعا لكن نشوف الاستطلاع مع السادة المشاهدين ونعود مع الدكتور محمد القحطان أنا في نظري الشخصي أنه الغضب لحظي يعني أحيانا قد يكون سبب تافه جدا حسب الموقف اللي أنت فيه تجي بعد فترة تنظر الموضوع تحس أنه السبب كان تافه جدا وما كان فيه داعي أبدا للغضب طيب ما هي سلبيات أو مساوى الغضب من وجهة نظر أنا شخصيا بعد ما أغضب أحس أنه أنا يعني ليش غضبت الموضوع ما كان يطلب أبدا فيه أنه يستاهل الغضب أو كذا التجاهل الاستغباء أحيانا من بعض الأشخاص الاستهباء البعض حدود إذا تعدها الشخص يبدأ الواحد يتنرفز يبدأ يثور يعني أنا أعتبر حدود أو أسباب هي اللي تسبب الغضب طبعا أسباب الغضب هي تختلف في بعض الأسباب تكون أسباب جوهرية وفي بعض الأسباب أحيانا تكون أسباب نفسية يمكن أن بعض الأشخاص يكون الإنسان مثلا في شيء معكر مزاجه أو في شيء مشغله فتلاقي يمكن يغضب من أدفها الأسباب إذا كان هو من شغل أو في شيء مثلا خبر سمعه ما أعجبه وفي أحيان بعض المواقف اللي تغضبك لما تشوف مثلا أخطاء واضحة تشوف مثلا أشياء مثلا ما تغتفر بعض المظاهر مثلا في المجتمع بعض المظاهر اللي تشوف مثلا أحيانا ممكن شيء من أبناك أو من أحد من أهلك خطأ كبير هذا أحيانا الشيء تخلي الشخص يغضب أكثر يمكن أكثر شيء يكون التوتر إذا كان الواحد متوتر يغضب يعني يتولد عنده شعور بالغضاء الموقف هو الحاسم الأول والأخير فيما يتعلق من أسباب المؤدية لحدوث الغضب هو سبب الرئيس بالنسبة لي أنا في بعض الأوقات أن تغضب في نوع من الغضب محمود وفي نوع من الغضب يعني غير مقبول الغضب المحمود الواحد يغضب مثلا فيما يتعلق بحرمات الله سبحانه وتعالى لو حصل بشيء يعني يمس معتقداتنا وديننا وبلدنا قد يغضب الإنسان وهذا غضب مبرر ومباح لكن بالنسبة للغضب الغير مبرر هو الغضب اللي بدون داهي طبعا تعرف المدن على وجه العموم والرياض بوجه الخصوص مدينة مزدحمة